أزمة ديمغرافية يتسبب بها فيروس كورونا في البلد الذي يعاني من شيخوخة متسارعة للسكان اليابان تشهد تراجعاً في معدلات الحمل والزواج منذ انتشار الوباء وللبلد الأسيوي الأمر يشكل أزمة كبيرة حيث إن أكثر من 35% من سكانه الذين يبلغوا عددهم نحو 127 مليون نسمة من المتوقع أن يبلغوا 65 عاماً أو أكثر بحلول عام 2050 ما يسبب مخاطر على النمو الاقتصادي ويرهق خزينة الدولة أظهرت بيانات رسمية أن عدد حالات الحمل المبلغ عنها من شهر مايو وحتى يوليو انخفض بنسبة فوق 11% مقارنة بالعام السابق كما انخفض عدد الزيجات خلال الفترة نفسها بنسبة نحو 37% وقال الوزير الحالي المسؤول عن الاستجابة لانخفاض معدلات المواليد في اليابان إن سبب هذا الانخفاض هو قلق الناس من فيروس كورونا أدى الوباء إلى تفاقم الاتجاه النزولي الموجود مسبقاً في معدل المواليد والذي وصفه رئيس الوزراء السابق آبي شينزو بأنه أزمة وطنية إذن هل يتم العمل على حلول للأزمة؟ يتدافع مسؤولون سياسيون لمعالجة الوضع حيث سمحوا بتغطية علاج الخصوب بالتأمين الصحي كما ضعفوا المنح المالي للمتزوجين حديثاً لتصل إلى نحو 6000 دولار أزمة من نوع آخر تسبب بها الفيروس من ضمن حزمة أزمات أخرى ولكن هذه المرة وفق مسؤولين بالبلد تضع تداعيات الوباء كيان اليابان على المحاك دينا حصبالة العربية